اذكر احباء المشاهدين انه بولوس الرسول زار مدينة افسوس القديمة في رحلته التبشرية الثانية لكن كانت مدة قصيرة جدا وعد اليهود انه يرجع الى نفس المكان وبالفعل رجع في الرحلة التبشرية الثالثة ولمدة ثلاث شهور كان يحاجج اليهود في مجمع اليهود لكن اعتزل لانهم رفضوا الطريق واستأجر قاعة او مدرسة تسمى مدرسة تيرانيوس فيلسوف كان يعلم في هذه المنطقة واستخدمها لمدة سنتين فكل الفترة خدمة بولوس كانت ثلاث سنين وجاءت بنتائج مرجوة ومثمرة جدا حيث ان الكتاب يقول سمع كلمة الرب جميع الساكنين فئاسية من يهود ويونانيين ايضا وحدثت نهضة عظيمة استخدم الله بولوس الرسول ان يصنع ايات ومعجزات وان يخرج الارواح الشريرة وانهم النتيجة حرقوا كل الكتب السحرية واثر على بيزنس تبع البلد لانهم كانوا بمارسوا عبادة ارطميس فكان في تأثير وكان في فاعلية ايضا العاوز اقول ايضا بولوس لما بيجي كان بيجي من الميناء من هذا الطريق اللي يسمى طريق الارقاديان او الطريق الميناء الاغورا السفلة اللي هي الاغورا التجارية وطبعا معظم التحرك كانت في هذه المنطقة القديمة ايضا لكن بولوس الرسول كتب الى هذه الكنيسة المحببة على قلبه من السجن وتسمى رسائل السجن كان بولوس موجود في السجن روما وبعد زيارة الافيسوس على الارجح في سنة 62 ميلادي كتب الرسائل او كتبت من السجن وهذه الرسائل طبعا كانت لأفيسوس وفليبي وكلوسي وفليمون كلها كتبت من السجن وارسلت لتقرأ على الكنائس وايضا توزع في اسيا الصغرى